اشتركوا في القناة خدمة للمصالح والاهداف المشتركة وناقش الجانبان الحرب على قطاع غزة والأوضاع الإنسانية في القطاع والجهود الإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وإطلاق صراح الراهاء والمحتجزين والدفع بعملية إحلال السلم والأمن في المنطقة كما بحث الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية